ناس كتير بترتدي تركيبات الأسنان المتحركة سواء طقم الأسنان الكامل أو تركيبة جزئية بمشابك كلنا هدفنا إن إحنا نلبس دايماً طقم أسنان نظيف لامع ريحته جميلة بحيث ما يعمليش أي مشاكل بسبب إهمال النظافة في طقم الأسنان طبعاً مش عايزين ندخل في رائحة طقم كريهة ورائحة الفم الكريهة وزيادة البكتيريا الدارة في الفم وظهور الفطريات وظهور القرح علشان كده دايماً بنصح بالاهتمام بتنظيف طقم الأسنان زي ما أنتوا عارفين إن الاهتمام بطقم الأسنان بيشمل روتين النظافة استخدام الفرشة المخصصة للطقم والمعجون المخصص للطقم وتنظيف الطقم كويس جداً من جميع الاتجاهات وشطفه كويس تحت مية جارية ونقعه طوال فترة الليل في المحلول المطهر المنظف بتاعه المحلول المطهر زي ما أنتوا عارفين برضو بيبقى عبارة عن كوباية مية ومعاها أرس فوار مطهر منظف مخصص للطقم المتحركة بيتباع في الصيدلية أو عبر التسوق الإلكتروني أمازون أنواع كتير طبعاً تجارية زي كوريجة زي فيكسودنت زي فيتيدنت زي بوليدنت أياً كان بحط القرس في المية إلى كامل الفوران والذوبان وبعد كده بسقط في طقم الأسنان يفضل يتنظف ويتطهر طوال فترة الليل وبصحى الصبح أشطف طقم الأسنان وأكب المية ديت وأبتدي ألبس طقم الأسنان وأمارس بي حياتي الطبيعية ولكن ناس كتير قالت لي يا دكتور ومع الأذمات الاقتصادية والحروب والحاجات المستوردة بقت صعبة كتير بقوا بيشتكوا أن أقراص الفوارة المنظفة لطقم الأسنان بقى سعرها غالي جداً وهم غير قادرين أن هم يشتروا ويحطوا كل يوم أرس لتنظيف وتطهير طقم الأسنان النهاردة هنتكلم على بديل طبيعي منزلي رخيص متوفر في كل بيت اقتصادي جداً تقدر تستخدمه كبديل للأقراص المطهرة لنقع طقم الأسنان وتنظيفه وتطهيره طوال فترة الليل وهيديك نتيجة جميلة جداً البديل اللي معانا النهاردة هو الخل الأبيض الخل الأبيض طبعاً زي ما أنتم عارفين هو مضاد للبكتيريا قوي جداً مضاد للفطريات بيقلل التصبغات بيقتل البكتيريا فطبعاً ممتاز لتطهير وتنظيف طقم الأسنان طيب إزاي أستخدمه بالطريقة الصحيحة بجيب كوباية ميا وأحط فيها ملعقة خل كبيرة وبقلب كويس جداً وأبتجي أحط أو أسقط فيها طقم الأسنان اللي مغسول ونجيف يعني أكون غسله بالفرشة المخصصة للطقم والمعجون وشطفه كويس تحت ميا جارية وبعد كده بسقطه في المحلول الميا والخل لو طقم أسنان ريزين ما فيهوش أي جزء معدني أقدر أسيب طقم الأسنان في المحلول المطهر ده طوال فترة النوم أو طوال فترة الليل أو أو أور نايت ولكن لو طقم الأسنان ده وتمطاتي مارن أو طقم أسنان فيه أجزاء معدنية أو طقم أسنان معموله بطانة مارنة أو ري لاينج فلكسبل أو مارن الأفضل أني بحط طقم الأسنان في المحلول ده لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط وبعد كده بشطف طقم الأسنان كويس جدا وبتخلص من الميا دي وأحط ميا عادية بعد كده نجيفة من الصنبور وبسقط فيها طقم الأسنان طوال فترة النوم لأنه بخاف أن الخل يأثر على الأجزاء المعدنية اللي موجودة في طقم الأسنان دايما بتسألوني يا دكتور ده بديل ممتاز وجميل وكلكم عارفين أن الخل بيتهر وبينظف كويس جدا ولكن هل ينفع أستخدمه كل يوم كبديل للأقراص؟ الحقيقة أن أنا ممكن أستخدمه خمس تيام في الأسبوع ولكن الأفضل أن من يومين لثلاث أيام أستخدم برضو الأقراص الفوارة المطهرة من الصيدلية ولكن أنا كده وفرت خمس تيام واستخدمت فيهم الخل فأقدر أشتري عربة أقراص هتقعد معي فترة طويلة طيب يا دكتور القرص بيبقى كبير قوي وبرضو حالتي المادية لا تسمح ممكن نقسم القرص على مرتين ونستخدمه كل نص على يوم منفصل طيب هل أقدر أوفر وأستخدم مية النقعدية يومين وراء بعد هي هي نفس المية؟ لا طبعا لما بصح الصبح بشتف طقم الأسنان سواء من الخل أو من الأقراص المطهرة المحلول وبرمي المية دي بكب المية دي تماما وأخسل الكباية كويس جدا وأحط فيها محلول مطهر جديد لليوم أو للليلة اللي أنا هبايت فيها طقم الأسنان طيب فيه سؤال تاني يا دكتور ينفع الخل الأحمر أو الخل البلسامك أو أي نوع خل عندي لا كل أنواع الخل دي بتصبغ طقم الأسنان وبتخلي لونه يتغير مع الوقت فالأفضل طبعا إن إحنا بنستخدم الخل الأبيض العاجي بتاعنا اللي إحنا بنستخدمه في الأكل وفي الطبيق ما تستخدموش الخل بتاع التنظيف أو الخل بتاع النتوياج لأن ده بيبقى نسبة الكحول فيه مركزة جدا وللأسف ممكن تتلف طقم الأسنان وتسبب فيه تلف فإحنا بنستخدم الخل الأبيض الاقتصادي الرخيص اللي موجود اللي إحنا بنستخدمه في الطبيق أو بنحطه على السلد وآخر تنبيه برضو هنبهه عليكم إن دلوقتي بقى متاح في الصيدليات والشركات بدأت تطور بقت عاملة أقراص مطهرة مخصوصة لطقم الأسنان الرزين وفيه أقراص مطهرة مخصوصة لطقم الأسنان الجزئي لليم الشابك معدنية أو طقم الأسنان ذات القعدة المعدنية وفيه كمان أقراص مطهرة مخصوصة للأطقم المططية المارينة السيليكون أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة أي سؤال أو استشارة طبية اكتبوها لي في التعليقات برد عليكم بنفسي كانت معكم دكتورة إيريني أبادير من قناة دكتورة إيريني أبادير للاستشارات الطبية المجانية